كي بدأ الفيلم دينا بهذا البنت اللي اسميتها ماريا وهي بنت العقيد جورج ميرويتس واللي احدها المربية ديالها من الصغر واسميتها هي ليوتروب وهو ما دابه في القنازة ديالببين ماريا ماريا كانت حزينة بزاف على الموت ديالبباها حيث بقات بوحدتها في الدنيا من بعد ما ماتوا وليدها بجوج كملت مراسيم القنازة ومشوا عند المحامي دلعائلة بشتعرف حقها من ورث بباها وهنا كانت المفاجأة وهي ان بباها مخلالي هاوالو حيث قبل ما يموت خسر الممتلكات ديالبب كلها في القمر واحتمل القصر ديالهم مشى ولكن خلاليها واحد الكتاب القديم اسميته السجلات القديمة الوادي مون آكر فاخدته ماريا ومشات هناك نشوف ماريا قلتها في بيتها والمربية ديالها كتحاول تواسيها ولكن هي تعصبات عليها وطلبت منها تخليها بوحدها ومنين مشات المربية فتحت ماريا الكتاب وبدأت تقرأ فيه قبل ما تنعس الكتاب يعود على واحد البنت زوينة بزاف ومحبوبة كنت تعيش في واحد الواد مسحور اسميته مون آكر وفي واحد النهار القمر اعطاه هدية وهذه الهدية هي واحد اللؤلؤ مسحور يعطيه واحد القوة مع انت واحد ومدك من نهار وهذه البنت اسميتها اميرة القمر وهذه الوادي كانت تعيش فيه جوجة للقبائل قبيلة دينوار لمنها الاميرة وقبيلة ميرويتس الاميرة كانت تبغي واحد الشاب من عائلة ميرويتس واسميته وولف فقره يتزوجه ونهار العرس اببه هدها واحد الهدية وهي واحد الاسد كحل نادر بزاف وراجلها هدها نوع نادر بزاف من خيور البحر البيضاء الاميرة فرحات بزاف فقرات تقول لهم سر لؤلؤ السحري اللي عنده قدرة سحرية انه يكشف اي حقيقة او سر مخبي في قلوب الناس ويحقق امنيات الشخص اللي يملكه ماريا مقدرت تكمل القراية ومشاد تنعس حيث غدا سيتخرج من القصر اللي مبقاش ديالها وستمشي تعيش مع عمها النهار الثاني ماريا توادعات مع الخدم ديال القصر اللي كلهم كانوا حازينين عليها والشيفور ديال عمها كيسين فيها باش يوصلها ماريا سيتفاجئ من ان شافت الاني ساروب تاهي جمع حويجها وغاد معها الاني ساروب قلت لي ها انا وعدت ماماك باللي عمري سنخليك بوحدك سيكون صعيب على بنت بحال ماريا انها تعيش في القرية بعدما كانت عايشة في المدينة وفي القصر بحال الاميرات وهو ما غادين في الطريق كانوا كيتلاها وبالخياطة باش ميملوش وفاش وصلوا للقصر هجموا عليهم جوج ديال الشفارة مقنعين ولكن الشيفور دخل دغيال للقصر وسد عليهم الباب وصلوا للداخل وكان كيسينهم عم ماريا اللي اسميته بن يامين ورحب بيهم فوادي مون اكر ولكن الوجه دياله كان عابس مبغاش يتلم على ماريا وقاطع روب فاش كنت تعاود ليه على الشفارة اللي تلقوا ليهم دخلوا للداخل وعرفهم على الكلب دياله وولف وهو كلب كبير وكحل وكيخلع من بعد كل لوحدة البيتها ولكن ماريا غدي يكون بيتها بعيد بزاف على بيت المربية دياله فاش قلتها ليه قل لي ها دخلي بعد تشوفي بيتك وديك الساعة عادها دري دخلت البيت اللي كان بحل واحد الجناح مالكي فاخر وبطبيعة الحال عجبها بزاف وفرحات به ماريا نعسات وفي صباح النهار الثاني فاقت ولقيت حدها بيسكوي والحليب وكين واحد الكسوا بش تلبسها ولكن هي ما عجباتهاش ولبسات لباسها القديم وخدات كتابها وهبطات عمها شاف الكتاب عندها فاخده ليها وقال ليها الكتاب ماشي من حقبك يعطيه ليك فمشت ماريا كتجري باش تشكل انيسا روب ماريا لقات روب كتفطر وهدناتها وقالت ليها قلسي تفطري اللي بيت زوين بزاف غادي يعجبك رد عمها على الانيسا روب وقال ليها كوليوسكت يا للا وما تصدعيناش فسولاته هاد اللي بيت زوين شكونك يطيبه العم تقصب بزاف وبدك يغوت وقال ليها هاد دار ما عمرش مرة دخلت ليها وكنت هاني قبل ما تجينتي ردات عليه ماريا وهي مقلقة من المصدعينك لجبتيني نعيشو معك فقال ليها الفاشل ديالباك خسر كل شي في القمر وما خلال ليك والو وكان خاص ندخل ونجيبك تع ماريا تعصبت بزاف وقالت ليه ما تهدرش هكا على بابا عمها مسكتش ورد عليها هذه هي الحقيقة بباك كان فاشل في حياته وبقى حتقت راسه بالقمر وكان ممكن يعتقراته وكنجي اطلب من عندي الفلوس من بعد داهم بشيوريهم البلايس اللي مسموح ليهم يدخلوا ليها وهنا ماريا سولاته على هادوك ليتلقوا ليهم البارح فجاوبها وهو معصب هادوك من قبيل الدينوار واللي نقدر نقول ليك هو بقى يبعيد على الغابة من بعد ورها البيت اللي وجد ليها باش تبقى تحفظه وتقرى فيه وفي الليل وهي نعصى لاحظت ان الثقف ديال بيتها سيحري والنجوم والشوهب اللي مرسومة فيه بدأت كتتحرك وفي النهار الثاني فاقت والقاتل بيسكوي والحليب والكسوة كما العادة نزلت ومشات حدا واحد البيانو كانت اما في القصر وتفاجأت فشافته كي يعزف بوحده شافها عمها وتعصب وداها تشوف الخيل اللي عنده وعرفها على العودة اللي ستكون ديالها من اليوم مراها بقى وكي يتمشيوا في الوادي هي وعمها وفشبغوا ويرجعوا وقالت ليه غير انا سنتظر قليلا ونأتي ماريا قصدات الغابة لكي تعرف علش عمها حدرها منها ومع الدخلة شافت ارنب محبوس في قفص فحاولت تساعده شوية هجموا عليها شيدراري من القبيل الدينوار اللي بغاوا يخطفوها ولكن جاء الكلب وولف ديال عمها اللي اعتقها منهم رجعت للدار وجابت معها الارنب وشافها عمها وعايرها على التعطيلة في الليل وهي قلت احدى استرجم ديال بيتها شافت عوده بيض دايز وغبر بحل ما كاينش لغدليه مشات حند عمها وسولاته واش واقع هنا فهمني اشطاري في هذا القصر شنو القيصة ديال النجوم اللي كيتحركه في السقف والبيانو اللي كيخدم بوحده ودك العود عمها بدك يبكي وغوت عليها ومشى شافت الكلب غادي فتبعاته وهو داز من حدا واحد المراية وبين لها الانعكس دياله على شكل اسد كبير وكحل خلاته يكمل الطريق حتى لقى تراصها دخلت لواحد الباب سحري ولقى التمات الطبخ ديال القصر سكارليت اللي قال ليها بللي منها رجعت للقصر والسحر رجع وسولها واش قريتي شي كتاب قلت ليها عمي خداه مني سكارليت وراها البلاسة ديال الكتاب في المكتابة مشات للمكتابة ولقات الكتاب وبدأت كتقرافين حبسات آخر مرة هنا بين الاميرة ورجلها عماهم الطمع فشعرفوا القوة ديال اللؤلؤ وبغاوي ياخدهم الاميرة الاميرات عصبات منهم ولاحت عليهم لعناء ان الوادي غادي يعيش في الضلام أبادي حتى يوصل القامر رقم 5000 واللي غادي يقدر يعتقوا من هذا الضلام هي واحد البنت غادي تكون هي الاميرة ديال القامر جديدة ذلك الساعة مشات ماريا كتجري عند سكارليت وقالت لي هذا القصر ملعون هو جاوبها آه هذا القصر ملعون وانتي هي الاميرة الجديدة اللي غادي تعتقي الوادي من هذه اللعنة حيث انتي اللي قدرت تشوفي العودة البيض ديالها ماريا ما قدرت تسوع بهذا الشيء وقالت لي انتو محمق ومشات وخلاته قلسات مع راسها وبدأت كتحسب العدد ديال الأقمر اللي دازت منهار حطات الاميرة اللعنة وعرفت باللي القامر الجاي غادي يكون هو القامر خمسالف في الليل وهي ناعسة وبدأت كتحلم أحلام غريبة اللي خلاوها تخاف والنهار الثاني جمعات حويجة وهربات من القصر ودخلات للغابة تخبع فيها وهي غادة سمعت شي حد كعيط عليها فخافت وهربات ودخلات لواحد الكهف هنا تلاقت مع واحد المرأة اسميتها لوفداي ماريا شافتها وقالت لي هاكتشبهي لواحد المرأة مرسومة في واحد اللوحة في القصر حدا بيتي خداتها لوفداي البيتا وتما ماريا شافت حرف L اللي كانت كتلقهم في ذاك الكساوي اللي ديما كيكونوا في بيتا كل صبح وهنا عرفت أن هادي هي المرأة اللي كانت كتتصاوب لها الحويج وتصفتهم لها لوفداي وقفت ماريا قدام المراية وشافت رؤية على النهار اللي غادي يدمر القامر الوادي لوفداي سولتها على الرؤية وقالت لي ها بل انتي هي أميرة القامر وباباك صفتك اللي هنا حي تكيبغيك وانتي خاصك تعتقي الوادي من اللعنة وقالت لي ها بللي الصندوق اللي فيه اللؤلؤ السحري كان عند قبيل الدينوار والساروت ديالو تحت ملقاه ماريا تفكرات انها شافت الساروت في الكتاب اللي اعطاها بباها لوفداي خذاتها للقصر ديالدينوار وغير قربوا ليه لوفداي هربات وخلاتها ماريا اضطرات تكمل وتمشي للقصر منين دخلات شافوها وشدوها وداوها للزعيم ديالهم روبرت ماريا وراتوا السوار ديال الصندوق وهو تعصب وجبد لي هالصندوق اللي اصلا مفتوح وخاوي وقال لي ها جدودك شفروا اللؤلؤ اللي كان هنا من بعد امر رجال ديالو بشي حبسوها حيث عرفها هي الاميرة ديالوادي الاخيرة وإلا ما لقيتش اللؤلؤ ما غديش تقدر تعتق الوادي وهو هادشي اللي باغي بشي تهنم العائلة ديال ميرويدز من اندخلت للحبس نعسات وفشفا قد شافت لعود البيض ديال الاميرة وهنا بدت تقلب كيفش تهرب حيدات الكسوة ديالها وعلقاته في الفتحة ديال الزنزانة بشتت انتيبه ديال الحاريس الحاريس شاف الكسوة مع اللقافة دخل وهي كانت مخبية وراء الباب غير تحل وهي تهرب القبيلة كاملة طلعت وتبعاتها وهي وقفت على واحد الحافة وانقذات على الشجر هما بقى وتابعينها وهي تخبعات احتاجها الكلب ديال عمها اللي اعتقها وداها للقصر شافها عمها وتعصب عليها بزاف علش تمشي للغابة ومخلاش لها فرصات شرح ليش نوقع عليها هي تقلقات وطلعت لبيتها عمها غلباته العاطيفة وتبعها وقال ليها كنت خايف عليك النهار الثاني فقت على واحد صوت في بيتها فخافت وتخبعات شوية لقيت واحد الباب بسحر تحل في بيتها وخرجت منه لوفداي ماريات عصبات عليها حيث خلاتها بوحدتها البارح من بعد لوفداي اعطتها واحد الكسوة زوينة بزاف وقالت ليها ها هذه كانت الكسوة ديال اميرة القامر مراهان زلوه باش يقلبوا على اللؤلؤ لوفداي شافت البيانو ومشاتك تعزف عليه وماريا وقفت قدام المراية وشافت واحد الرؤية وعرفت باللي لوفداي وعمها بين يامين كانوا كيبغيوا بعضياتهم وانهار زواجهم اعترفت لي لوفداي باللي هي من القبيلة ديالدينوار حيث كانت مخبية عليه تعصب عليها بزاف وقرر يخليها ماريا كانت طالعة وشافت المساعدة لعمها كحيد اللوحة ديال اميرة القامر ولكن منين ماريا شافت في اللوحة بنت لها رؤية واحدة اخرى وهنا اميرة القامر وراتها الشجرة اللي مخبية فيها اللؤلؤ ولكن ماريا بطبيعة الحال ما تقدرش تمشي للغابة بوحديتها هنا سكارليت قترح عليها الشخص اللي حافظ الغابة كلها وهذا الشخص هو روبن والزاعيم قبيلة ديالدينوار اللي كان حاول يخطفها ماريا قررت تمشي لعنده وقبل ما تمشي خلت جوج بريات وحدة العمها وحدة اللوفداي بحلهم اللي كتبوهم البعضياتهم هاد الشي دارته باش تصالحهم وتخليهم يجمعون مرة اخرى مشات ماريا للغابة ودارت واحد الفخ لروبن باش تشده جاء روبن وطح في الفخ خرجات ماريا وقالت ليه غدي نزلك ولكني لا وعدتيني باللي غدي تسمعني فانزلاته وطلبات منه يعاونها باش يقدروا يصالحوا العائلة بجوج وهنا وصل الخبار للزاعيم باللي ماريا كاينة في الغابة فقرر يمشي باش يقتلها بين يامين ولوفداي عرفوا اش دارت ماريا فخافوا عليها وقرروا يمشي والغابة قبل ما تدير شي حاجة وهناك نشوف روبن بدك يعاون ماريا وقال لها راني عارف شجرة اللي كتقلب عليها نمشي واللوفداي اللي قالت لبنيامين علش مقلبتيش عليها فاش مشيت سكارليت قال ليها باللي راه بقى شهورك يقلب عليك ولوفداي يعجبها الحال نمشي وعند ماريا وهي كتقلب جاء واحد من رجال الزاعيم وشد روبن وخباه وفي نفس الوقيته دار فخ الكلب وولف جاء الزاعيم عند ولده وقال لي حتى انت خنتيني ما قداتك الخيانة دي لختك لوفداي شوية ماريا بليها لعود البيض واللي كان كيبان باللي باغيها تتبعه هي تبعاته ومنين وصلت للشجرة لقى الزاعيم روبيرت تمه وحتى الكلب ديالها فاش طلع وكان جاي لعندها ضربوه بالقرطاس وطاح هنا روبن بدك يهدد بواه بالموس باش ما يقربش لماريا دخل روبن وماريا لهذه الشجرة ولقاوا البيت ديال الاميره تمه ولقاوا تمه حتى اللؤلؤ شوية وجاوا الرجال ديال الزاعيم فهرب روبن وماريا واللؤلؤ عاونهم بزاف في ذاك الوقيته بن يامين مشا عند الزاعيم روبيرت حيث كان خايف على بنتخوه ثم بدأ وكيد ضربوه شوية لعنة القمر بدأت فجاءت ماريا كتجري باش تعتق الموقف من بعد اللوف داي حاولت تصالح بباها وحبيبها بن يامين وهنا ماريا بدأت تحاول تفكي اللعنة فلاحت العقد ديال اللؤلؤ في البحر ولكن رجع ليها وحاولت تقطعو تلوحو واخاها كاك رجع ليها عوثاني هنا قرات ضحي براسها وتلاح هي واللؤلؤ في البحر صافي تلاحت ماريا وهنا كل شيء حزن عليها شوية وبنت واحد الموجة كبيرة اللي كان معها بزاف ديال الخيل بيضة ومنهم واحد هاز ماريا على ظهره ورجعت لعائلتها وهنا اللعنة تفكات والقمر مشا وشوية الكل بتحول الأسد واكتشفوه انه هو هدك الأسد اللي كان هداه بين الأميرة لها فتصالحوا العائلة بجوج ورجعت لوفدائي البنيامين والآن يصارو بتزوجات المساعد ديكو وعاشوه العائلات في سعادة وهنا تسال الفيلم دينا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتة وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية تلا وانتلاقوا في الفيديو الجاية ترجمة نانسي قنقر